موسيقى عندما كان العالم الطبيعي هينري توريط طفلا في التاملة من عمره سأله شخص عما سيكون حين يكبر فأجابه الصبي باستغراب ماذا سأكون؟ سأكون أنا إجابة غير متوقعة من طفل صغير لكنها تحمل معنا عميقا جديرا بالتأمل معظمنا ينظر إلى الطفولة كمرحلة للتحضير كفترة زمنية نتهيأ خلالها لنعيش بعد ذلك الهدف الأسمى مرحلة البلغ والرشد هذه الرؤية تحملنا على إسقاط معاييرنا على الأطفال ننكر عليهم حقهم في طفولة مفروض أن تعاش بخصوصيتها بسدجتها وعفويتها وحماقتها لنطلب منهم التصرف كما لو كانوا كبارا الطفل متان للعفوية هو صادق في أفعاله ورغباته وعندما يكذب فهو يفعلها تحت ضغط الكبار وخوفا منهم الطفل إنسان لم يتعلم بعد ارتداء الأقنعة إنه أصدق الجميع في التعبير عن ذاته أروع ما في الأطفال هو هذا الصدق الذي يصدم الكبار صدق جريء لا يعرف الكياسة أو المجاملة الأطفال يعبرون عن ذواتهم بحرية وعفوية والكبار يعلمونهم كبت هذه العفوية يخضعونهم لأصول المجاملة والنفاق الاجتماعي والإيتيكيت ندرة الطفل ندرة حرة منطلقة لم تطلها بعد قيود الكبار في كل إبداع بشري تكمن لمحة طفولية في فضور العالم خيال الفنان جرأة المصلح الثائر بل في داخل كل منا يكمن طفل صغير طفل يسعى إلى تفجير طاقاته ورغباته مباهج الحياة تختفي وراء أشياء بسيطة والنوت الحقيقي لا ينكر هذه الأشياء قدرتنا على أن نضحك من أنفسنا والنظر إليها بقدر أقل من الجدية هذا نوع من النج القدرة على الانطلاق بالتفولية القيام ببعض الحماقات والمغامرات هذا أيضا النج الذي لا يقوم ببعض الحماقات كما قال لاروشكو ليس حكيما كما يظن ها هو الطفل الكامن فينا يطلب فسحة للتحرر فمن يسمح له بذلك أمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة